ما زال معي الدكتور عبدالحفيظ النهاري أهلا بك من جديد دكتور عبدالحفيظ يعني الآن مدونة السلوك الوظيفة التي الآن تنتهجها هذه الجمعة كمنهج أو استراتيجية جديدة للوظيفة إلى ماذا ترمي هذه الاستراتيجية بداية هذه المدونة مخالفة للدستور والقانون لأن الوظيفة العامة والخدمة المدنية يحكمها الدستور وقانون الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 1991 هذا القانون هو الذي يحدد واجبات الموظف وحقوقه ويصف الوظائف العمومية وينظمها طبعا كان الناس ينتظرون من كلمة المشاط الإعلان عن صرف المرتبات الموظفين وإطلاق الأسرة وفتح الطرق والموانئ والمطارات وإحلال السلام والاستجابة للهدنة وإذا بهم يفاجأون بإعلانه لمدونة السلوك هذه المدونة ببساطة شديدة ليست لها أي طفا قانونية من ناحية لكنها مع الأسف هي مدونة طائفية مدونة سلوكية طائفية كيف يمكن تطبيقها؟ تحول الموظف تريد أن تحول قطاع الخدمة المدنية إلى قطاع طائفي يخدم الطائفة وينطق باسمها ويؤمن بنهجها وسلوكها حددت هذه المعايير بشكل علني؟ ورد في المدونة تحدثت المدونة عن مسألة تكريس القرآن والهدج النبوي وعهد الإمام علي لمالك الأشتر وخطابات ومحاضرات عبد الملك الحوثي وما سمته الهوية الإيمانية والأدابة الإخلاقية هذا كله يدور حول المفاهيم الطائفية للوظيفة العامة بينما الوظيفة العامة والموظفة العام هو مواطن قبل كل شيء مواطن يحمل الهوية اليمنية ليس معنياً لا بالجانب الديني ولا بالجانب السياسي بقدر ما هو معني بالجوانب الفنية والمهنية لطبيعة وظيفته لكن هذه المدونة تخبئ وراءها أهداف كثيرة منها تسييس العمل الرسمي وحوثنة القطع المدن هي استكمال لحوثنة مؤسسات الدولة هذه الخطوات تمت من قبل نرى الآن العلم الرسمي يمشي نحو هذه السراتيجية وبهذا المنهج كذلك الآن الوظيفة العامة الشعارة التي تكون موجودة طبعاً في المكاتب وغيرها يعني هذه الأمور مطبقة لماذا الآن أتت بشكل الرسم؟ هم يريدون أن يوجدوا لها إطاراً شبه قانوني وليس قانوني شبه قانوني ويريدون أن يستبقوا أي مرحلة أو التوافق تصرق فيها المرتبات أو تبحث فيها مسألة الوظيفة العامة هم يعلمون أن الحكومة الشرعية مصرة على أن يتم صرف المرتبات لموظفي ما قبل 2021 سبتمبر 2014 فقط بحسب كشوفات موظفي الدولة وليس الميليشيا التي جمعتها بشكل طائفي من أنصارها ومن منتسبيها لذلك هي تستبق هذه الأحداث وتحاول أن تثبت وضعها الطائفي من خلال هذه المدونة تريد أن تتخلص من جزء كبير من منتسبي الخدمة العامة والخدمة المدنية وتحل محلهم كوادرها طبعا بعد أن حوثنت هذه المؤسسة طيب الآن لو اتخذت مثل هذا الإجراء وبالفعل تم تصفية الوظيفة العامة من كوادرها التي هم في كشوفات 2014 مدى قانونية هذه الخطوة وكذلك كيف يمكن الاتفاق على كشوفات أصبحت الآن وهمية طلبة وأن هناك أشخاص يمارسون العمل وكوادر جديدة غير الموجودة في الخدمة المدنية لعام 2014 هو إجراء غير قانوني وغير دكتوري تماما هذه المدونة لم تمر عبر مجلس النواب ولا يمكن أن يقبلها مجلس النواب لأنه لا يمكن أن تحل مكان قانون الخدمة المدنية ثانيا أن الهدف من الهداف الرئيسية لحوثنة قطاع الخدمة المدنية هو التعبئة العامة تعبئة القطاع المدني لتحويله إلى قطاع شبه أسكري قطاع طائفي فكري وعقائدي يريد أن يدرسوا ملازم حسين بدر الدين الحوثي يريد أن يطيفوا هذا القطاع الكبير لقطاع الخدمة المدنية يريد أن يخضعوه لسلطانهم يريد أن يوظفوه لأهدافهم في الحرب وفي السلم طيب دكتور يعني الوقت انتهى لهذا المحور ولكن على عجالة إذا سمحت لي هل سيعودون بهذا الإجراء لمجلس النواب أم سيتعدوا هذه الجزئية هم لا يريدون أن يعودوا إلى مجلس النواب ويعلمون أن مجلس النواب لن يقبل مثل هذه المدونة لأن السلوك العامة للوظيفة العامة تضمنها قانون الخدمة المدنية ولا تحتاج إلى تنظير جديد أما هذه المدونة فهي مدونة طائفية مئة في المئة يقصدوا بها حوثنت هذه المؤسسة وتطيفها ودعني أركز على موضوع أنه لا يحق لمن لا يلتزم بالحقوق وهي المرتبات حقوق موظفية الدولة أن يفرض واجبات على الموظفين العقد بين الدولة وبين الموظف هو الحقوق والواجبات الواجب مقابل المرتب شكرا جزيلا لك دكتور أبو الحبيد النهاري على حضورك وعلى كل هذه الإضاحات